اشتركوا في القناة وتزويدهم بالمعرفة الأساسية لرحلاتهم الريادية حيث هدفت جلسة برصة البحرين إلى تقديم رؤى حول التداول واستراتيجيات الاستثمار والإطار التنظيمي للبورصة وقدم خبراء برصة البحرين نظرة شاملة على عمليات السوق بما في ذلك عروض حية للتداول وعرض للبنية التحتية التكنولوجية كما قام المشاركون بزيارة لصادرات البحرين لأخذ نظرة شاملة حول التجارة الدولية وفرص التصدير كما قدم الخبراء في صادرات البحرين نصائح عملية حول التعامل مع اللوائح التجارية وأكدوا على الميزة الاستراتيجية للبحرين كمركز عالمي للتجارة طبعاً احنا هدف من البرنامج والكلابريشن اللي صار مع برنامج جراد العمال التقني أن احنا نوضح للمشاركين أهمية الاستثمار واشنون المبادئ الأساسية في الاستثمار فعلناهم عن أنواع الانسرومنس اللي عندنا في بوسط البحرين بشأن الواحد يقدر يطلع على هذه الأمور ويتبحث في هذا المجال بحيث أنه يقدر يخمن أسعار الأسهم ويعارف الوقت المناسب للبيع والشراء اليوم احنا في صادرات البحرين نظمنا ورشة تعريفية للمشاركين في برنامج شباب تيك بهدف تشجيع وتعزيز الطاقات الشبابية وريادة العمال طبعاً ودورنا في التشجيع والترويج المنتجات والخدمات المحلية والتصديرها للعالمية تعلمت ويد عن شلون أسجل حساب عند البورصة وشلون أقدر أدول مو بس سوق البحرين سوق بوظابي من طرف تبادل والدفرنت بروكرز اللي موجودين وشلون أنا أقدر أصبح متدول في البحرين بعد من صادرات البحرين تعلمت أنه عندنا كثير من المنتجات اللي يطرشون لخارج البحرين وهي الشيء صج حطقه في نفسي أنه أنا أقدر أبتدي أسوي منتجات في البحرين وأطرشون للخارج وأبتدي لبزنس مالي والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية وللحديث حول آخر مستجدات الأسواق المالية معي في الاستيديو السيد إيهاب رشاد المدير العام لشركة مباشر كابيتل البحرين مرحبا بك أستاذ في النشرة الاقتصادية أهلا وسهلا بحرين أستاذ في البداية هناك توقعات بشأن ركود اقتصادي في المرحلة المقبلة أدت إلى تراجع الأسواق المالية فكيف تقرأ هذا التراجع؟ هل نحن في مرحلة تصحيح أم أزمة؟ هو بالنهاية الأسبوع الماضي كان فيه أكثر من حدث إحنا شاهدناهم يعني كانت البداية ممكن طلعت من اليابان بتعديل البنك المركزي لأسعار الفايدة وزادت أسعار الفايدة فدي كانت مفاجأة للأسواق المالية عقب ذلك البيانات اللي خرجت من الولايات المتحدة الأمريكية عن البطالة وعن مستويات التشغيل فطبعا البيانات اللي خرجت من اليابان مع البيانات اللي خرجت من الولايات المتحدة قدت انطباع سيء للمستثمرين إن فيه أزمة ممكن تكون في الطريقة بس هل إحنا في أزمة أو إحنا مش في أزمة ده اللي نحق عليها مش دلوقتي لإحنا ممكن لما نشوف على نهاية الأسبوع ده والأسبوع القادم هل حتمتد النزول الحاد اللي حصل إن كان حصل نزول حاد في جلسة الجمعة وأعقابها نزول حاد في جلسة الـ 2 بس النهاردة فيه حصل رجوع تاني المستويات وفيه أرباح حصلت في اليابان والأمريكي النهاردة بدأ بالمؤشرات على الأغدر فمش عارفين إذا كان حيكامل ولا فالأزمة أو عملية تصحيح اللي إحنا بنشوفه إن إحنا لازم يكون فيه استمرار للنزول الحاد وفيه انتعاش لبعض القطاعات وفيه ركود في بعض القطاعات التانية عشان نقدر نقول إن إحنا دخلنا في أزمات مالية بس حتى الآن لا نستطيع نقول إن إحنا دخلنا في أزمة مالية إحنا فيه تصحيح التصحيح ده ممكن يستمر لأيام على حسب الأخبار وعلى حسب الريبرتات اللي هتطلع من الأسوال الأمريكية أو من الأسوال الأوروبية هو ده اللي حدينا ديريكشن للفترة الجاية نعم يعني استاذ هل من المتوقع أن يتخذ الاحتياطي الفدرالي قرارا قبل الموعد يعني موعد الاجتماع المقبل بخصوص أسعار الفائدة لتعديل الوضع وإنعاش الاقتصاد والله هو الفدرالي فيه شك إن هو يقدر إن هو يؤدي دوره في الهبوط النعم يعني إحنا عارفين إن الفدرالي بيحاول إن هو يهدي مستويات التضخم وفي نفس الوقت يحافظ على مستويات النمو ما يقدرش إن هو يدخل الاقتصاد الأمريكي في دائرة الركود حتى الآن فيه شكوك طيب هل الفدرالي ممكن يقوم بإجراء استثنائي عن الفائدة ويقدر إن هو يعمل تعديل للفائدة طبعا التقرير اللي طلعت أمس بتقول إن هو فيه احتمال يحصل اجتماع بس الغالب إن مش هيحصل أي تدخل حاليا في تعديل أسعار الفائدة لأن ده بيتم في حالات الاستثناء أو الحالات يكون فيها كاورس اقتصادية إحنا مش في الحالة دي دلوقتي إنما ممكن الفدرالي يطلع ببيان أو يطلع بتصريح يدي الاتجاه بتاعه في الفترة القادمة هل هو هيبدأ إن هو يقلل الفائدة وهل المستويات اللي هيقللها هل هي 25 نقطة هل هي 50 نقطة فبالتالي يقدر إن هو يهدي الأسواق بمجرد إن هو يطلع نقدر نقول تصريح أو نقدر نقول بيان إنما ما أعتقدش إنه هياخد إجراء استثنائي وينزل الفائدة ما قبل الاجتماع القادم اللي هو مقرر بالتأكيد ماذا عن توقعاتك أو نصائحك للمستثمرين في المرحلة الحالية في ظل هذه التقلبات ما هي القطاعات التي من الممكن الاستثمار فيها أو من الأفضل الاستثمار فيها في خلال هذه الفترة طبعا المستثمر لازم يكون عامل إن هو يشتري وياخد position long term والقطاعات المفتوضة يبقى فيها يعني انتعاش على مستوى long term هي بتبقى القطاعات الدفاعية الكطاعات اللي هي مرتبطة بالصحة الكطاعات المرتبطة بالغذاء الكطاعات المرتبطة بالبنوك والاستثمارات المالية دي أكتر كطاعات على المستوى الشخصي لأي مستثمر على المدى الطويل بتحقق له أرباح وأرباح مجزية فيه طبعا كطاعات جديدة احنا دخلنا فيها أو فيه الاقتصاد دخل فيها زي الهيدروجين الأغدر والحاجات الطاقة الحيوية بربو دي كطاعات من الكطاعات اللي هي مستقبل قوي جدا في الفترة الجاية وكانت خسائرها جمد أو صعبة الأيام اللي فاتت دي هي الكطاعات اللي هي التكنولوجيا المالية اللي حصل فيها بعض التزبزبات الكبيرة جدا اللي أثرت على نفسية المستثمرين وفي نفس الوقت كمان أثرت على المؤشرات وهي دي يمكن أكتر حاجة حصل لها يا زور لأنها زادت بشكل كبير جدا خلال النصف الأول من عشرين اربعة وعشرين فبالتالي أي عملية التصريح هتتم هتبقى مفزعة لبعض المستثمرين بالتأكيد سيدي هاب رشاد شكرا جزيلا على حضورك شكرا لكم